مونة فاروق تثير الجدل بعد ظهورها مع المنتج محمد السبكي خمن البعض أن ظهورها معه يرجع لتعاونهما فنيا خلال الفترة المقبلة ووصفته مونة بالمنتج الأب القدع إليكم في هذه الحلقة تفاصيل ظهور مونة فاروق مع السبكي وأبرز المعلومات عنها ظهرت الفنانة مونة فاروق خلال الساعات الماضية برفقة المنتج محمد السبكي وكانا يستمتعان بأجواء صيفية مميزة ووصفته مونة بأنه منتج أب ويدعم الوجوه الشابة أثرت الصورة حالة كبيرة من الجدل فور طرحها على السوشيال ميديا وخمن البعض أن لقاء الثنائي يرجع لتحضيرهما لعمل فني جديد خلال الفترة المقبلة مونة فاروق من الوجوه الشابة التي حققت شهرة كبيرة خلال الفترة الماضية وهي من موليد القاهرة في فبراير عام 1995 كانت بدايتها الفنية من خلال الظهور في بعض الإعلانات التلفزيونية وأول ظهور لها كان عام 2015 من خلال فيلم الخلبوس مع محمد رقب لكن بدايتها الحقيقية كانت بعد ظهورها في مسلسل زل الرئيس مع ياسر جلال وشاركت بعدها في مسلسلي الأب الروحي ورحيم وأثبتت موهبتها الفنية من خلال هذه الأدوار غابت مونة فاروق عن الفن لفترة بسبب مرورها بعدة أزمات شخصية ترفض الحديث عنها وخلال الفترة الماضية تواصلت مونة مع جمهورها أكثر من مرة عبر السوشيال ميديا وأكدت أنها تمر بحالة اكتئاب شديدة حالة الاكتئاب التي تعيشها مونة فاروق ترجع لعدم عملها منذ سنوات طويلة بالإضافة إلى أنها سنجل ولا تملك أي أموال لتنفق بشكل جيد مونة فاروق حصلت مؤخرا على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة ونشرت عبر حسابها على السوشيال ميديا صورا جديدة لها خلال تواجدها في الإمارات رغم غياب مونة فاروق عن الصحة الفنية منذ فترة لكنها تجمعها علاقة جيدة ببعض النجوم وتظهر في الكثير من الصور خلال الحفلات والمناسبات العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر